سعال هل أمو إلينا الضفوة عمو يزيد الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني مرحبا بك إذن يا أطفال لما تشاركوا في حسة مع عمو يزيد لازموا شوية على الصبر لأن تسجيلات كثيرة وعمو يزيد حاب يجيبكم كامل في هذه الفترة كين يوم عالمي مهم هو اليوم العالمي سموه كين يوم مهم جدا هو عيد العمال تعرفوا عيد العمال واختاش واختاش عريد العمال تعالو أروح تعالو أروح منا واسمك وليدي نور إسلام بوحلة نور إسلام بوحلة وين تكون في تنس في تنس ولاية شلف ولاية شلف تحيطنا لكل سكان مدينة تنس Velayet شلف كلها واختاش عيد العمال أول ماء أول ماء من كل سنة تفضل أولا جميل جميل إذن العمل العمل أباكم يا أطفال العمل عبادة وإتقان العمل واجب كل مسلم وكل إنسان يا أخي لازم نتقنوا العمل تانا إذن في كل عام في أول مايو نحتفل بهذا العيد هذا اللي هو عيد العمال باش نديرو تقدير لكل العمال وخاصة كين عمال يديرو عمل شقة كما رجال الحماية المدنية ناس لي عملوا في المناجم ناس لي عملوا في المصانع وين كان حرارة كبيرة كي النس للعمل تحهم شاق خيخي واخترك الأطفال ليسلكوا الناس إنقاذر الأرواح وكامل إذن إحنا اليوم نديرو تقدير لكل العمال عموا يزيدلكم مفاجآة بعد رح ينتعرفوها واش هي تحبو الألغاز نغز اليوم يقول من هو الذي يغسل وجهه ولا يمشد شعره عرفتوه معلش قعدوا إلى غاية نهاية الحصان أنتم أصدقائنا لم يشوفوا فينا يقدروا يجاوبوا على اللغز اللي هو من هو الذي يغسل وجهه ولا يمشي تشعره عن طريق الانترنت عن طريق موقعنا عمويازيد.com بهذا الطريق أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع أكل اكتب عمويازيد.com اضغط على زورة جاوب على اللغز املأ الاستمارة ما تنساش رقبك الهاتفي بل يدك الإلكتروني والجاوب على اللغز رايح تربح هدية قيمة مهدات من طرف شركة آقل 15 سنة في خدمتكم اسم الطفل الفائس في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة مبروك عليك الهدية إذن يا أطفال فكروا لغاية نهاية الحصة أنتم وأصدقائنا الأطفال في الجواب عن اللغز جاكم سهل؟ سهل؟ خلاص فكروا لغاية نهاية الحصة أنا أدرك رايح نروحوا مع أيوب نكتشفوا شخصية شخصية مهمة في الكفاح الجزائري راح نعرفه نتعرفه اليوم على شخصية زوبير بوعجاج تفضل أيوب تفضل 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 أيوب تفضل تفضل أيوب مرحبا بكم أصدقائي مرحبا بكم اليوم سنتعرف على شخصية مجاهد زوبير بوعجاج ولد زوبير بوعجاج في أربعة أكتوب 1925 بمدينة العاصمة منحدر من عائلة متواضعة توفي والده وهو لم يتعدى أربعة سنوات نعضل زوبير بوعجاج في أوسط الحركة الوطنية وشارك في مظاهرات 8 مايه 1945 وبعدها انضم إلى اللجنة الثورية للوحدة والعمل وأصبح عضوا في مجموعة 22 التي خططت لتفجير الثورة حيث شارك في المؤتمر المركزيين في أغسطس 1954 بالعاصمة ثم انضم إلى الثورة التحليل الجزائية بصفته القائد القطاعي بالعاصمة اعتقل في 6 نوفمبر 1954 وحكم عليه بالأشغال الشاقة ثم المؤبد وفي جانه بعد اتفاقيات إفيان في 1962 بعد استقلال الجزائر سنة 1962 انتخب زوبير بوعجاج نائبا في المجلس الشعبي الوطني وعين عضوا في اللجنة المركزية ومسؤولا في فدرالية الحزب جباة التحرير الوطني بالجزائر الكبرى توفي زوبير بوعجاج يوم الثلاثة 14 أكتوبر 2014 بمقر إقامته بحيدرة عن عمر يناهز 89 سنة ودفن في يوم الموالي بمقبرة سيد محمد بالعاصمة برافو 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 شكرا 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 إذن زبير بوعجاج رمز من رموز طورة التحرير إذن يا أطفال في كل مرة نحاولوا نتعرفوا عن شخصية ونترحموا على الشهداء الأبرار نقولوا المجد والخلود لشهدائنا الأبرار مقبلة كنا نتكلم وقلنا نتكلمنا عن العمل وإتقال العمل وكامل عمو يزيد الأغنية نقول فيها يا عامل اليوم نجازيك يعربوني تفانيك لأن التفاني في العمل مهم جدا إذن إتقالوا كامل معايا يا عامل اليوم نجازيك يا عامل اليوم نجازيك يعربوني تفانيك بالتكريم نحييك وبالشهم نناديك يا عامل اليوم نجازيك يعامل اليوم نجازيك بعربني تفنيك بتكريمي نحييك وبالشمي نناديك يا عامل اليوم نجازيك بالإتقاني نشهد لك في تحقيق المعجزات وبالصحة ندعو لك لتقديم التضحيات بالإتقاني نشهد لك في تحقيق المعجزات وبالصحة ندعو لك لتقديم التضحيات يا عامل اليوم نجازيك بعربني تفنيك بالتكريمي نحييك وبالشمي نناديك يا عامل اليوم نجازيك يا عامل اليوم نجازيك بعربني تفنيك بتكريمي نحييك وبالشمي نناديك يا عامل اليوم نجازيك أنت تسعى جاهداً وتشتاز كل الصعاب تعمل دوماً صاميلاً بالرغم من الأتعاب أنت تسعى جاهداً وتشتاز كل الصعاب تعمل دوماً صاميلاً بالرغم من الأتعاب يا عامل اليوم نجازيك بعربني تفنيك بالتكريمي نحييك وبالشمي نناديك يا عامل اليوم نجازيك يا عامل اليوم نجازيك بعربني تفنيك بتكريمي نحييك وبالشمي نناديك يا عامل اليوم نجازيك أنت يا عامل يا مجد ويا محب العطاء بالصبر أنت موشد عازيماً دون عانا أنت يا عامل يا مجد ويا محب العطاء بالصبر أنت موشد عازيماً دون عانا يا عامل اليوم نجازيك بعربني تفنيك بالتكريمي نحييك وبالشمي نناديك يا عامل اليوم نجازيك برافو 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 إذا يا عامل اليوم نجازيك بعربني تفنيك كل واحد يرجع المكانو تحبو ألعاب الخفة؟ لا يلا نروح كامل مع موساليم لجنة مدينة بيجاية بألعاب الخفة موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يشري أرض يعمل فيها زراعة فلاحة وكامل قاعد يبحث في البلدة قال لهم كشف ماذا يبيع الأرض وكامل قالوا إنسان قالوا سمعت بلي كين وحد الشيخ إنسان طيب يبيع في الأرض راح لعنده يدام عقل ووريه ولي ووراه ولو راح لعنده وقالوا راح بيت نشري الأرض وكامل تفهموا على الثمن شراها عليه وراح ذاك الإنسان طيب وقاعد مول الأرض قاعد يختم في الأرض انتعوا قاعد يحرط يقلب في الأرض هكذا باش يزرحها يعني في الموسم البوالي كان معاوليدو قاعدوا يخدموا شغل كين يحرطوا هكذا حسوا بلي كين حاجة طاعة الأرض بعد كين يحفر هكذا بيدو ساب كين جرة محمرة بالذهب ها وليدو قالوا يا بابا من يحكي سبنا هاد الجرة هادي مع مرة تبدو كنت ترفعه كامل بعد بابا قالوا يا وليدي لا لا هاد الجرة مش هي ديالنا تعموا للأرض قالوا بابا بصحة الأرض ينا احنا جريناها قالوا لا لا يا ابني هاد الجرة هادي مش هي تعناتها على السيد مول الأرض ما تفهموا شو بولدو راحوا عند الإنسان طيب هادك بابا هر في الجرة قالوا ما نحوش نفهمنا يا لقيتها الأرض مش هي ديالي نرجحها المولاها راح عند السيد راح اللي عندون الإنسان طيب دق دق عليه دخلوا لداره قالوا مرحبا قالوا إن شاء الله ما كانش مشكلة قالوا ما كان وقالوا قالوا كنت نحرت في الأرض وصلت فيها جرة معمرة بالذهب وجبتها لك بسكو حقك هادك الإنسان طيب كان إنسان عادل تاني قالوا لا لا قالوا أنا يا الجرة أنا بعت لك الأرض بما فيها قالوا الذهب ديالك قالوا لا لا قالوا دهب أنا مش هي ديالي أذهب قالوا لا لا راحوا للقاضي نروحوا للقاضي هو اللي يقسم بيناتنا راحوا عند القاضي دخلوا قالوا فولا نشيت الأرض هذي ووصلت فيها جرة هذي نحت syrup دهب ووديتها الملاف Engineering فسأل ما حبش يديها القاضي قالوا كيف أرما constructed قالوا أنا لما بعت لئه الأرض بعت له الأرض بما فيها القاضي قاضي يخمم هاقده قال إنسان مول الأرض هذة قالوا عندك ابنك والإنسان طيب صغسة قالوا عندك ابنتك قالوا عندي وأخلاص قالوا تناسبه زوج بنتك إلى الإنسان طيب وحدث ومنفقه من هاد المال هذا تنفقه كامل في زوج يعني ساب لهم حل وسط عمو يا زيد عمو يا زيد نستخلص من الحكاية اليوم أنه يجب أن نرد الأمانة إلى أهلها برافو 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 إذن يا أطفال رد الأمانة لأهلها مهم جدا الإنسان هذا كان طيب برجع الأمانة لأهلها والإنسان الأخر كان أطيب منه قالوا لا لا أنا مش نتاعي باش شوفوا الإنسان لما تكون عنده أخلاقه وتكون عنده أمانة وسبحاجة لازم يرجحها لأهلها إذن يا أطفال ردوا الأمانة لأهلها يا أخي نذكر عليكم يلا شكرا 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 إذن يا أطفال يا أطفال في الدنيا هذه لازم نردوا الأمانة لأهلها ولازم دائما نحكمه بالعدل العدل مهم جدا 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 يا أخي واش رأيكم دركان نروحوا البريد عمو يزيد نشوفوا بوبي نشوفنا الصندوق البريد واشبعتمنا أصدقائنا في هذا الصندوق وانتم كذلك يا أطفال إلا حبيتوا ترسلنا باش عمو يزيد يقرأ الرسائل تاكم هنا معلكم إلا توجهوا الموقع على الانترنت عمو يزيد بوين كوم بالضغط على زرار أراء وملاحظات شكرا بوبي تسفيقة تسفيقة على بوبي تسفيقة الرسالة الأولى من عند بوكر شعلاء عشر سنوات من الجزائر العاصمة قال لك هي حصتي المفضلة برهبوا برهبوا على فأخليكوا ليدي حنا تاني نحبوك ونحبو نصدفوك إن شاء الله الرسالة الموالية حيرش شيماء 12 سنة من مدينة عنابة تحياتنا لكل سكان مدينة عنابة وولاية عنابة قال لك أعجبني البرنامج وسلامي لكل أهلي إذن شيماء بنتي 12 سنة من عنابة مرحبا بك بنتي مرحبا بسلامك كذلك الرسالة الموالية في شوش اسمهان خمس سنوات من مدينة شراربة من ولاية الجزائر العاصمة قال لك هذا البرنامج الترفيهي أحبه لذلك أردت أن أسجل نفسي إذن فرحبا بك بنتي مادم سجلتي نفسك رح نكلموك بش جيت حضري معنا الرسالة الموالية كرباع محمد من مدينة القرارة من ولاية غردايا قال لكم حصة ترفيهية فيها أطفال أرجوكم أريد المشاركة معكم لأنني أحبكم إذن محمد كرباع حانتاني نحبوكم القرارة من غردايا وتحياتنا لكل ناس غردايا معليك إلا تشارك عبر موقع الاتنات عمويازيت.com باش جيت حضر معنا الرسالة الموالية قيدي فادية 13 سنة من مدينة عين صالح ولاية ثمن راست تحياتنا لكل سكان الجنوب الكبير مدينة عين صالح وولاية ثمن راست كذلك قد لكم برنامج عمويازيد حلو وهو عبارة عن تسلية وثقافة للأطفال شكرا شكرا فادية من عين صراحة 13 سنة شكرا بنتي على هذه المرسلة آخر رسالة بودربالة فاطمة من مدينة الأغواط تحياتنا لكل سكان وولاية الأغواط 15 سنة في عمرها قد لكم أحب وعمي يزيد وأريد المشاركة في حصتها الترفيهية مرحبا بك مرحبا بك بنتي بودربالة فاطمة من الأغواط 15 سنة مرحبا بك معليك إلى تجلي إحنا ولو يكون السن بتاعكم أكثر من 12 سنة مرحبا بكم عدنا أصدقاء تعال الحصة في عمرهم تاني أكثر من 14 سنة ولما مرحبا بهم مرحبا بهم الحصة إليكم كامل إن شاء الله بوبي خبّلنا هذا الرسائل خبّلنا هذا الرسائل تعال أصدقاء تعالى وأنتم مع عليكم إذا توجهوا الموقع على الإنترنت عمويازيت.com بالضغط على الزرار أراء وملاحظات باش ترسلونا شكولي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي نكتة جميلة شكولي عنده نكتة جميلة تعالي أروحي أروحي بنتي واسمك بنتي حنان واسمك كني حنان فيتنس ولاية شلف الله يبارك تحييتنا لكل سكانت نس ولاية شلف كلها حكي لي نكتة تعالك بنتي واحد النهار واش عبيت تدي لي عندي غنيا آه غنيا غني لي بنتي غني لي يا أولاد اجرابوا الحليب والشحة والقوة اشألوا الطابب برابو 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 الحليب مهم مهم شو عنده نكتة تعالي بنتي تعالي برابو بنتي برابو شاطرة شاطرة أروحي قعدي قدامي قعدي قدامي بقدر نغني غنيا واسمك بنتي يوسرا وين تسكني يوسرا عين عجا في عين عجا الله يبارك وش حبيتي تقولي لي بقدر نغني غنيا ها حبيتي تغني غنيا تفضلي بنتي تفضلي عليك مني سلام يا أرض أجدادي ففيك طاب المقام وطاب إن شادي وطاب إن شادي برابو 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 شاطرة بنتي شاطرة برابو برابو تعالي بنتي تعالي تعالي واسمك بنتي؟ ما عليك بوطاني وين تسكني؟ في ولاية ولد بلحج مدينة ولد بلحج مرحبا بك بنتي مرحبا بك نحكينا بنتي؟ نغني نغنينا بنتي يا ليتني بحار أجول في البحار وأركب الأخطار رأى أرهب المحن في البحر كائنات وفيه منشآت آيات بيناتا على مدى الزمن يا ليتني قبطان أحمي ثرى الأوطان من محتد جبان سلمت يا وطن برابو إذن سلمت يا وطني تعالي تعالي أروح أروح والدي تعالي أقعد واسمك والدي نور إسلام بوحلة الله يبارك شحال في عمرك؟ 11 سنة وين تسكن؟ في تنس مدينة تنس ويلا يتشلف تحياتنا تحياتنا أحكينا والدي نقطة يلا تفضل قل لك وحد نهار وبعتته وحد طفل وبعتته يماه بايش لك سكرات صب لاشان قال لاشان جزال سطد راه راه قال له راح عندي لقي شي قال له واش كاين قال له كاين مولود يمع سي يربي قال له وطني نص نص برافو 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 يا أطفال الحقنا دورك الركن الجواب عن اللغز من الذي يغسل وجهه ولا يمشيته شعره شكو اللي يعرفها تعالي أروحي بنتي ذكرهم باسمك مالاك بوتاني واش هو هاتشي القت برافو برافو أروحي مالاك بنتي أروحي مالاك أعطيه الهدية تحا مالاك بنتي تعالي عم ويزيد يهديك هذا الكوب للحليب والماء إن شاء الله تستفدي به ويهديك عم ويزيد كذلك ثلاث سيديهات ثلاث سيديهات دارهم عم ويزيد في خلال سنتين من حق الطفولة معلمي ومبروك عليك النجاح إن شاء الله تستفدي بهم بنتي في كل سيديك 22 أغنية مبروك عليك بنتي مبروك عليك مبروك عليك في كل حصة عدنا عيد ميلاد اليوم عدنا عيد ميلاد هذه الحداشن سنة تعلي بنتي تعلي أروحي إحنا نغنو لها عيد ميلادك أحلى عيد أصدقاء إنا روحوا يجبوننا القاتو تاع هذه الأروحي بنتي عيد ميلادك عيد ميلادك أحد عيد ربك تبلك عمر جديد الله يبارك في كويزيت ونقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبارك في كويزيت ونقول لك عيد ميلاد سعيد من قبيلك نتمنى صحة وسعادة وهانا شرح يا ربي لم يتسانا وتعيش أيامها أخرى شرح يا ربي لم يتسانا وتعيش أيامها أخرى يا بانين ويا بانات يلا نطير فالونا نسأل مراح غني نفرع ونعش أحلى الأوقات نسأل مراح غني نفرع ونعش أحلى الأوقات هذه الحلوة لك جبناها وشمعك فيها زرعناها بسمك أنت زيبناها ليلى حلوة يا محلاها بسمك أنت زيبناها ليلى حلوة يا محلاها بابا ما يدولوه وصحابه يبرغولوه مجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو مجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل إذن هديل حداش عشرة سسعة سمعة سبعة ستة خمسة ربعة ثلاثة زوج واحد طفينا الشمعة برابو 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 إذن هديل عم يزيد يهديلك شهدت المشاركة في حصة ما عم يزيد هايلك باسمك وانتوما كامل يا أطفال غير تخرجوا منك كل واحد ياخد شهادة كما هذي باش يحتفظ بها كذكرى لمشاركته في حصة ما عم يزيد يا أخي وهديل بما أنك رسلتنا بخمس قاسمات من علب حل برامي على العنوان صندوق باري 42 ألف استوالي العاصمة رائي البرنامج رامي يهديك هذه الدراجة الجميلة هذه إن شاء الله تستفادي بها وأنا مبقى لي إلى نقولكم ابقوا على خير سنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت سلام لا تحزنوا حنا الودع يا أصدقاء كل الأيان في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعودوا فانتظرونا في موعد جديد مع عم يازين لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعودوا فانتظرونا في موعد جديد لا تنسونا في موعد جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر